السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله سنرى معكم البلاغ الإخباري لصدر اليوم 18 ماي 2020 من طرف وزارة التربية الوطنية وتكوين المهاني والتعليم العالي والبحث العلمي سنحاول نرى معكم هو الأول الأحساب بعض الأسئلة اللي كانوا يجيوني هو القرار المتخذ على مستوى قطاع تكوين المهاني هنا سنقرأ معكم البلاغ المخصص لتكوين المهاني وسنحاول نضح معكم أهم الإجراءات المتخذة بالخصوص ديالهم هنا لدينا إجراء امتحانات التخرج في شهر شتنبير المقبل بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيل سيكونوا امتحانات التخرج بالنسبة للسنة التانية سيكون لديهم امتحانات التخرج في شهر شتنبير المقبل تنظيم الامتحان النهائي لسلك التخصص والتأهيل في شهر نوانبير 2020 وذلك بعد إجراء التداريب الميدانية كما جرت عليه العادة يعني ستكونوا تدوزوا واحد تدريب ميداني كما قد قلوا استج بالنسبة للدوز يماني واحد من المئات ستكونوا امتحان لكم الاقتصار بالنسبة للانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بالنسبة لجميع التخصصات على احتساب حصريا نقاط فروض المراقبة المستمرة وإعلام النتائج أواخر شهر يوليوز 2020 إجراء جميع مباريات وولوج المترشحين الجدود إلى مؤسسات تكوين المهاني بالنسبة للمستويات التقالية في شهر يوليوز 2020 إجراء جميع مباريات وولوج المترشحين الجدود إلى مؤسسات تكوين المهاني بالنسبة لمستويات التقنية والتأهيل إلى غاية شهر شوتنبير المقبيل كما نعرف يعني أن الدرية التقنية والتأهيل يجب أن يزوح الامتحان لكي يدخلوا لتكوين المهاني هذا الامتحان سيكون إن شاء الله في شهر شوتنبير المقبيل هذا كما قلنا بالنسبة للتقنية والتأهيل أما بالنسبة للتقنية المتخصصة هذا يخصم البكالورية تنظيم امتحانات التخرج ستشمل فقط المصوغات المنجزة خلال فترة التكوين الحضوري هذه فكرة مهمة بالنسبة لكم الإخوان شنية؟ يعني الامتحانات ديال التخرج تعدوز يماني ستكون تعتمد فقط على فترة التكوين الحضوري يعني ذلك الدروس اللي قلتوا في التكوين الحضوري هذك هم اللي ستدوزوا في هم الامتحان وتحدد الوزارة التأكيد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المترشحات والمترشحين والأطور التربوية والإدارية والأطور المشرفة على تنظيم مختلف هذه الامتحانات كما ستظهر على تفعيل الإجراءات التنظيمية اللازمة من إعداد للمواضيع وتدبير لمختلف عمليات الامتحانات وتكييف الامتحانات بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة وتدبير إيواء وإطعام الطلبة والمتدربين المستفيدين من خدمات الاجتماعية المهم هنا يعني أشغل لنا على أن الوزارة ستحاول توفر جميع الضروف الملائمة للطلبة والمشرفين والأطور التربوية يعني باش الواباء يعني ما ينتشرش في ذلك الفترة على الامتحانات ومن أجل الإعداد الجيد للدخول المدرسي برسم موسم الدراسي المقبل ستنطلق التحضيرات لهذا الموسم ابتداء من منتصف شهر يونيو 2020 على أن يتم انطلاق هذا الدخول المدرسي في جوج شوتانبيرا 2020 بالنسبة لقطاع التربية الوطنية مع تخصيص شهر شوتانبير المقبل استدراك والدعم التربوي وذلك من أجل تقوية مكتسبات المتعلمات والمتعلمين وتمكنهم من موصلة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف خلال شهر أكتوبر بالنسبة لقطاع التكوين المهاني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للدراسة في قطاع التكوين المهاني والتعليم العالي إمتى سوف تبدأ؟ سوف تبدأ إن شاء الله في شهر أكتوبر يعني الدراري سوف ينجحون من السنة الأولى للسنة الثانية سوف يبدأ الدراسة في شهر أكتوبر بحول الله واضح؟ علما أن الامتحانات ستنظم خلال شهر شوتانبير المقبل يعني الامتحانات ديال دوز يماني دوك اللي عيد تخرجوا إن شاء الله هادو وغيدوزو الامتحان ديالهم شهر شوتانبير هذا هو البلاغ الوزاري اللي عدنا حاليا مخصص بالنسبة لقطاع التكوين المهاني نتمنى تكونوا استفتوا معي فيها كان عندكم شي أسئلة ممكن لكم تخليوا لي السؤال ديالكم في كومنتير غادي نحاول نجاوبكم إن شاء الله يلا تحياتي لكم ما تنسوش تضغطو على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وشاركوا هاد البلاغ الإخباري مع الأصدقاء ديالكم باش كل شيء يعرف شنهما الإجراءات المتخدة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء لا إله إلا الله محمد رسول الله ومحسن محمد رسول الله محمد رسول الله وآله والأحباء يوم محمد رسول الله شكرا